الاصوليون اعزائي عندما جاءوا التفتوا عندما جاءوا وارادوا ان يقفوا امام المنهج الاخباري اعزائي تصوروا ان منهج الاخباريين مرتبط بالفروع بالحلال والحرام والفقه فوقفوا بكل قوة امام ماذا امام النهج الاخباري في الفروع ونسوا المنهج الاخباري في التفسير وفي العقائد وفي التاريخ وفي الاخلاق وفي كل دوائر المعرفة الدينية ابدا ومن هنا الى الان نحن نجد ان المنهج الاخباري في تلك الدوائر حاكم على العقل الشيعي ولكن الذي لا يوجد ما هو في دائرة الفقه فقط وانا الان بينكم بين الله انت عندما تريد ان تفهم القرآن تذهبوا الى الرواية هذا هو المنهج الاخباري تريد ان تفهم العقائد لا تذهب الى الفلسفة او الى البحث العقلي او الى البحث الكلامي تذهب الى البحث ماذا الرواية عندما تذهب الى التاريخ تذهب الى كتب ماذا الاخبارية عندما تريد ان تفهم المسائل بالعلاقة مع الاخر وان الاخر يمكن الاعتماد عليه لخارجين يقول خارجين الاعتمادا ماذا على المنهج الاخباري وهذه خطورة المنهج الاخباري ولهذا تجدون ان صاحب البحار اللي هو واقعا المؤسس الرسمي للمدرسة الاخبارية لم يعتني كثيرا بمسألة الفروع ابدا وانما وضع كل همه اين في التفسير في العقائد في التاريخ في التعامل مع الاخر وهذه الخطورة وهذا الذي انا قلته اقوله مرارا من ان الحاكمة في العقل الشيعي الفعلي باستثناء ماذا باستثناء الفقه الاصغر الحاكم هو ماذا هو العقل الاخباري في التفسير هو الحاكم في العقيدة هو الحاكم امامكم امامكم في العقيدة هو الحاكم في التاريخ هو الحاكم في التعامل مع الاخر هو الحاكم في كل دوائر المعرفة الدينية الحاكم هو ماذا هو المنهج الاخباري ولذا انتم تجدون آثاره بالامسم اشرت الي عزة آثاره اين ظهرت ظهرت في حوزاتنا من زمان المجلس الى يومنا هذا انظر بينك وبين الله الاصوليون من المدرسة الاصولية كم دور كتبوا في الفقه وعلم الاصول والرجال ولكن انظروا كم دور كتبوا في العقائد والتفسير والتالي تجد شيئا او لا تجد طبعا قد يقول قائل سيدنا هذه واقعا مصادرة قل لا انا دا اتكلم القضية النسبية يعني كم دور فقه عندك كم دور عقائدية عندك اساسا الى الان بيني وبين الله بعد التجريد وشروح التجريد اساسا كتب فت كتاب رسمي في العقائد داخل حوزاتنا العلمية او لم يكتب الى الان كل ما موجود موجود على دائرتي ونطاق من التجريد وشروح التجريد خلص الى الان لا يوجد في التفسير واللطيف ان هؤلاء الذين كتبوا في التفسير كتبوا في التاريخ كتبوا في العقائد عموما هم المراجع الرسمية للحوزات لهوامش الحوزات في الهوامش هذا معناه انه متن المؤسسة الدينية قم كانت او النجف او اصفهان او تبريز او شيراز او خراسان ما يفرق مولانا دا اتكلم عن المنهج انا ما دا اتكلم عن المكان انه تجد بانه قوام الحوزات الا استثناء وهذه الاستثناءات نسبة الى المتن تجدون بانه ماذا مو فقط لم يكن هناك دعم لها بل كانت هناك شنو محاربة وانتم اقرأوا تاريخ السيد الطباطبائي في زمن السيد البرجرد سترون ماذا حتى وكتبت انه في حياة السيد الطباطبائي اقرأوا جيدا ماذا فعل السيد الطباطبائي اراد ان يصر قناعته وفهمه ان التفسير والفلسفة والعرفان وغيرها من الدروس ضرورية اين في الحوزات العلمية قبلوا منه او لم يقبلوا لم يقبلوا لا يوافقون لماذا لان هذا ليس هو المنهج الرسمي الان اعزائي انظر الان الان بحمد الله تعالى بعد الثورة الاسلامية الجمهورية الاسلامية في ايران انظر الان سوي فد نسبة اعزائي بين دروس الفقه والاصول في الحوزة العلمية وبين دروس ماذا قل معي شنو التفسير والعقائدي والمنظومة الدينية في الحوزة كم درس اكو ملانة في التفسير كم درس اكو في العقائد اصلا هاليوم روحوا ابحثوا اتركوا الحوزة العربية انا دا اتكلم عن الحوزة شنو ها الفارسية اللي يتجاوز على الطلابها الان يتجاوز الخمسين الف ملانة اسالوا كم درس بحث الامامة اكو في حوزة قم اذا وجدتم فدرس دلوني عليهم اللي الامامة بالنسبة انه شنو هي بالنسبة انه بيني وبين الله اصلا الفصل المميز لمدرسة الشيعة المدرسة الشيعية ما هو الامامة ولكنه تجد لهده ولكنه هنا المنبري والخطيب والمتكلم والمحاضر والقنوات عندما يريد ان يتكلم لابد ان يرجع الى المراجع يا مراجع موجودة بيده يا مراجع مراجع المدرسة الاخبارية ما موجود شيء وهنا الخطورة اعزائي على العقل الشيعي وهنا الخطورة على العقل الشيعي وهنا وهنا المأساة على العقل الشيعي اعزائي شكرا